السلام عليكم أول قرار من أحمد سامة بعد خسارة سموحة من الإسماعيلي في بطولة الكأس حيث خسر سموحة من الإسماعيلي بنتيجة من 2 إلى 0 ليودع الفريق السكندري منافسات كأس مصر وليقرر أحمد سامة توقيع عقوبة مالية على اللاعبين فيه أول قرار من المدير الفن لنادى سموحة أحمد سامة بعد وداع بطولة كأس مصر منذ قليل حيث خسر سموحة من الإسماعيلي بنتيجة من 2 إلى 0 ليودع الفريق السكندري منافسات كأس مصر وليقرر أحمد سامة توقيع عقوبة مالية على اللاعبين حيث قرر الجهاز الفن لسموحة خصم مبلغ 100 ألف جنيه عقب الخسارة من الإسماعيلي منذ قليل وتوديع بطولة الكأس ويرى الجهاز الفن لسموحة أن هناك تقصير كبير من اللاعبين لذا قرر فرض هذه الغرامة على كل لاعب بخصم 100 ألف جنيه وفق اللائحة الإسماعيلي ينتظر في دور الثمانية الفائز من المباراة المقامة الآن بين الزمالك وطلائع الجيش والتي انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ترجمة نانسي قنقر